شبح الأزمة المالية العالمية حاضر منذ مدة ليست بقصيرة ولكن أحداً لم يكن يتوقع أن سرعة السقوط ستكون بهذه الوتيرة فهل نحن فعلاً نقف عند باب أزمة اقتصادية كبيرة بالرغم من مرور نحو عشر سنوات فقط على الأزمة المالية الأخيرة؟ في الاقتصاد مؤشرات كثيرة من زيادة وطيرة الإقراض وتراكم الديون وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق كما تشير مراراً وكالة بلومبرغ وصولاً إلى المؤشر الأبرز المتمثلي في الحرب التجارية بين أمريكا والصين مروراً بظواهر الانكماش الاقتصادي الذي يتبدى في تراجع أسعار عملات رئيسية مثل اليورو والجونالسترليني فضلاً عن انهيار اقتصادات دول عديدة مثل اليونان وتراجع المؤشرات الاقتصادية لدول أخرى مثل إسبانيا وإيطاليا والبرازيل من دون إغفال أزمة العمولات الرقمية وعلى رأسها البيتكوين كلها أزمات تمثل رأس الجليد لخطر أزمة قد تهز أسواق المال والأعمال بحسب الخبراء الاقتصاديين لكن للاقتصاد توأم وهو السياسة الأول يكمل الثانية والعكس صحيح وهذا ألف باء علم السياسة الذي لا يتناغم على ما يبدو مع شخصية ذات خلفية عقارية كما هي الحال مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لو كانت ترامب رئيساً لدولة صغيرة لا تؤثر كثيراً في سياسات الدول ومصائر الشعوب لكانت قد مرت خياراته على مسرح العالم مرور الكرام لكن الرجل رئيس أمريكا القوى العظمى التي ترفض أن تصدق أن ثم تلاعبين آخرين وصلوا إلى حد منافستها على عرشها عرش القيادة الذي يشن ترامب حروبه باسمه فخيارات ترامب الذي ينفذ عبرها من بوابة الاقتصاد لتحقيق مكاسب في السياسة ترتبط على نحو مباشر بمؤشرات أي أزمة عالمية خيارات يمكن اختصارها بسياسة العقوبات الاقتصادية ضد كل من يقول لا لأمريكا من روسيا إلى إيران وكوريا الشمالية وفنزولا وغيرها فضلا عن تسعير الحروب الإقليمية في الخليج واليمن وحصار قطر وفي سوريا والعراق ولبنان كلما واجهت ترامب أزمة ركن إلى صفقات السلاح التي تنعش قطاعا واحدا على حساب عشرات القطاعات أولها السياحة وهذا يعد أحد أسباب التراري توماس كوك إلى دخول مرحلة التصفية الإجبارية وقد تكر السبحة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر